هل مشكلة التواصل على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تغطي على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النفذة الخاصة هنا سوف نقوم بنزل الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نفذة التطبيقات الخاصة في هذه النفذة ثم سوف نقوم بنزل البحث عن تطبيق فيسبوك لايت ثم نضغط على فيسبوك لايت نأتي إلى نفذة معلومات التطبيق ثم بعدها سوف نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نفذة مكان التخزين نضغط على إطارة التخزين نضغط على ألم الزرقات ثم نضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك والضغط لنسى اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر